سرقة المواشي بالطائرات المسيرة آخر ما ابتكره لصوص المواشي في العراق قرية البنافع واحدة من عشرات القرى في محافظة بابل التي باتت مرتعا لمن يمارسون بطائراتهم المسيرة عمليات السطو الليلي على حضائر المواشي المنطقة هذه حدودية ويبابل هنا المالح ثلاث كيلوات عن واسط بين الكوتو المعاناة الأولى اللي هي الطائرات المسيرة المسيرة اجت للمنطقة ثلاث مرات أربع مرات احكمنا سيطرات مقلقة على المنطقة جيراننا باق اخذوا هايشته فوزع هو جيرانا ورمع عليهم وخلصوا لها شمالته وراء ربع ساعة خبرون قال الحرام يجزوا عليكم طلعنا نحمروا احنا على حلالنا ويستنفروا أهالي القرية كل يوم مع غروب الشمس عبر تكوين مجموعات مراقبة صغيرة تبقى سهرة حتى الصباح لحماية مواشيهم نعم والله الليل كله احنا ننطر يعني من الساعة ثمانية تبدل المناطرة لحتى الصبح يعني اللي يقعدون عيالك الصبح يقعدون للحلال يالله نقدر ننام وهذه معاناتنا للدولة للمسؤولين بابل للوزراء احنا تعبنا ويعمد لصوص المواشي الى تصوير اماكن تربيتها للتعرف على اعدادها وكيفية الدخول والخروج منها مستغلين حالة الفراغ الامني في الكثير من مناطق المحافظة بعدين صار يدنا طيارات مسيرة تصور مواشينا بريمونات يمشون وبالليل يسرقون مناطقنا فهذه سنحترنا بس ننطر مناطقنا مواشينا وهذه سوينا سياجات وقفال وقمنا نشط كاملات مراقبة والدولة ابدا ما فادتنا بأي نوع من الأنواح وبات لزاما على اهالي قرية البنافع وغيرها في المناطق المجاورة السهروا على حماية ارزاقهم بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها في ظل التقصير الحكومي بملاحقة هؤلاء اللصوص